حضرتك دكتور أحمد في بداية كلامك قلت من ضمن الأشهر الأمراض هي مرض ارتفاع ضغط الدم بس قلت إيه؟ قلت إن المريض يتشخص فإيه الآلية اللي تخلينا نقول يعني كأطباء إن المريض ده مريض ضغط دم مرتفع يحتاج إلى العلاج لأن الحقيقة أنا في محيطي حتى أحيانا أصطدم بنمازج كده فأبو سألاقي حد يقول لي مثلا إيه؟ أنا باخد دوة ضغطي كده عند اللزوم أقول له ما فيش دوة ضغطي بيتاخد عند اللزوم فحضرتك قل لنا ضغط الدم المرتفع بيتشخص إزاي؟ طبيعا آه مظبوطي فأنا فيه فرق كبير بين ارتفاع ضغط الدم وبين مريض ضغط مزمن بمعنى مش معنى إن مريض شفناه ضغطه مرتفع حكمنا عليه إن ضغطه مرتفع لابد من مراقبة ضغط الدم الدكتور محمد عشان نعرف لأول مرة يعني مريض أول مرة جاي يكشف حاسس بصدوة لإن ضغطه مثلا مية وستين مية مش بالضرورة أبدا يكون مريض ضغط ممكن تكون حاجة عرضية ممكن يكون فندم حد مزعاله عمل مجهود عنيف بيفكر كتير فضغطه ارتفع فبالتالي في الأول خالص لازم يتم مراقبة الضغط والحقيقة التوصيات العالمية بتاعة الجمعية الأوروبية الأمراض القلب بتقول إن يتم مراقبة الضغط بطرق داخل العيادة وخارج العيادة مختلف يا إما المريض بيسجل ضغطه كذا مرة في اليوم لمدة 3-4 أيام بحس إن احنا نشوف متوسط الضغط خلال الفترة القادمة وهل هو فعلا ارتفاع عرضي ولا ارتفاع دائم أو بنركب له جهاز اسمه جهاز ضغط محمول ده جهاز حضرتك بيركب على الإيد لمدة 24 ساعة بيسجل الضغط بشكل مستمر كل 30 دقيقة أو 60 دقيقة وبيقوم بتسجيل الضغط في الجهاز وبعد ما بتنتهي الـ 24 ساعة بنفرغ البيانات اللي تم تسجيلها عشان نشوف الضغط صباحا ومساءا ومتوسط الضغط أخباره إيه لو لقينا حضرتك بالطريقتين إن متوسط الضغط كويس يبقى الضغط الأولاني اللي كان عالي ده كان حاجة عرضة وده معناه إن شاء الله مش هنبقى محتاجين دوا في الوقت الحالي وبنقول له بس يعني ركز مع نفسك وكل شوية شيك على ضغطك ومتهملش نفسك وزبط أكلك وأقل للملح وعمل شوية طريقة عشان تحمي نفسك من الضغط لكن لو لقينا إن الضغط مرتفع في القياسات المستمرة بندله طبعا دوا للضغط بجرعة معينة حسب الارتفاعات المتسجلة دي وبرضو بنرقبه لأنه ممكن مع الوقت الضغط ينزل ممكن الضغط يبقى مستقر ممكن يعلى يعني ماينفعش أديله دوا وقوله شكرا مع السلام لازم أشوفه تاني على مدار قصير وبعيد عشان نشوف اللي هو محتاجه بعد كده طيب بناءا عليها دكتور أحمد بيتحدد إن الدوا الضغط مثلا يتاخد الصبح أو يتاخد قبل النوم أو يتاخد في وسط اليوم يعني الأطباء فلسفتهم إيه في التخصص حضرتك المهم بيحددوا بناءا على إيه يعني بناءا على طبيعة عمل الشخص أو طبيعة حياته ولا طبيعة سنه ولا يعني أنا مش عايز أقول لك اختيار كمان الدوا لأنها هندخل في حاجات علمية شوية يعني بس أنا بقول لك مثلا إيه يعني أنا بكلمك من منطق الناس بنسأل دايما بالنياب عنهم يعني تلاقي ناس قاعدة كده فيقول لك إيه ده أنا باخد دوا الضغط الصبح فواحد تاني يقول بس أنا الدكتور بتاعي قال لي لازم تاخدوا بالليل ما تاخدوش الصبح فيعتقد إنه هو يعني فيهم أحدهم يعتقد إن إيه إن حد غلط فبناءا على إيه بيتم اختيار الجرعة والبداية وهل فعلا بنبتدي بجرعات قليلة وبعد كده بنزود ولا الموضوع بيبقى من البداية إحنا عارفين الجرعة المطلوبة طيب الحياتر محمد دوا الضغط أفضل وقت ليه أكيد هيكون صباحا لأنه ده بداية يومي اللي أنا باتحرك فيه وبتمشى وبنزل الشغل وبتعرض لغطات وهكذا والطبيعي إن أي حد بالليل وهو نايم بيكون زي ما يقوله في دينة تانية خالص بيكون مرتاح بالزبط كده فبيكون ضغطه أقل من وقت الصباح فهيستفيد بدواء الضغط في قمته في قمة يومي في بداية اليوم خصوصا لو دوا الضغط ده دكتور محمد مع مدير للبول يعني معظم الأدوية للضغط دلوقتي بتبقى أكتر من مكون واحد في نفس الحباية في نفس الدواء بالضبط كده فإنه وده طبعا أسهل للمريض عشان ما ياخدش أدوية كتيرة وأقوى في التحكم في الضغط فبالتالي لما يكون فيه مدير للبول بننصح المريض أنه ياخده على الريق أو الميس على طول عشان يكون إدرار البول وهو لسه في بيته قبل ما ينزل الشغل أو لما يكون في عربيته أو في المواصلة وطبعا الأدوية المديرة للبول مش مستحبة خالص مساء لأنها بتخلي المريض يعاني من الأرق فبالتالي كده يعني لما ما ينامش كويس ده ممكن يكون من أسباب أنه ضغط وإيضاء